موسيقى 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 يا بي الأسهري مرحب بيك فضيلة الشيخ عالسي سطاهر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأيضا نزعد بأن نكون في حضرة مداحل جناب المحمدي المادح الحاج جمعة والمادح حسب الله سعد النور والمادح سعد محمود مرحب بيكم ويعني كما درجنا في كل هذه اللقاءات من الليلة الأبيض نوثق لأعلام تصوف الإسلامي وللنوابق الذين لمعوا في سماء البشرية وأشادوا الصروح الروحية عبر عطائهم الدفاق في ميادين المحبة والأشواق وفي ترقية السلوك والأخلاق ونحن اليوم في حضرة شيخ الإسلام العارف بالله الشيخ إبراهيم نياسي الكولخي نبتدر هذا التلاقي بإحدى روايع الشيخ إبراهيم نياسي الكولخي التي طافت في بساتين الألق الروحي وأخرجت لنا أجمل الثمار الذوقية في محبة خير البي صلى الله عليه وسلم مع المادحة المنشدة حسب الله سعد النور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تضقنا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تضقنا إلى الذكر والهب أبركم بدهنا والمرابع يلمعوا فهبن امرأ إذ يلمعوا البرق يدمعوا لمهت بوهن وإن كأهت صبابة ورغر قدم إن ساعة الهيت هاجأوا تذكر أيام أصبه ويقد مضات ولم يوق إلا لوعة وتواجعوا سقى الله أرضا بالمدينة إنها مهط رهال فيه خرق يرقعوا ديار هبيب الله وهو مينه ديار مهات فالمرافق أجمعوا ديار لمن هام الفؤاد به وتذكره للقلب مرءا ومرتعوا ديار لأعلى الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يعطي ويمنعوا وأكرمهم نفسا وسهرا ونزبة وعلما وآدابا وأثقى وآشع فقد كان خير الخلق فخما مفخما وزوه هيبة والمشيو فيه تقلعوا وأظهر لون آت عد العين تزدري بعين مهائند الخميلة ترتعوا وأنجل أين أهادبوا الشفر واسعوا جبين رسول الله والخلق أوسعوا أزج وعنى وجهه طاه مدور ولهيته كسن وسدر مواسع ومنكبه عظيم به وإظامه دخام ورب القد طاه المرافع كذا عضد عبل وعبل زراؤه مرحب راهات ولنوار تلمع وسائل وتراب وغير مشذب عظيم كراديس من الخلق الرفع وأشنب سخر تبس من جلي كعب غمام أو لك البرق يلمع وهمته عظماء لشعر ترجل وخافد طرف ساكت فوياشع وأهدانه موصولة بتفاكر وإن قال قال الفصل والحق يرجع وينظر الأذواه للأرض غالبا يسوق صهابا والملائك تدبع وجيد رسول الله يجبه دمية إذا فرق الأشعار يبدو يلمع وكل لإلمكنون والمسك أرقع فمثل رسول الله لم يحظم أجمع وأهلم خلق الله أعدن خلقه من الناس أسقى بل من الناس أجعوا ويغضم للأهلين يغصبنا له ويغطأ له من وهو للسوب يرقع أشد هياء وهو ياتي لمن دعا ويغضب للمولا إلى الحق يرجع ولم يتورى الحلال ولو أهلا ولم تلبيه في غالب الوطي أجبع ويركب أهيانا جوادا ومرة حمارا وهينا الراجل يتقلع كذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس أقواما ولسواد ترفع ويمزه أهيانا يؤلف مرة وما هب ملكا قط فشان أرفع وما هقر المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق زى الخلق يجمع وأكرمه المولى أجل كرامة وخص صوما للخلائق أنفعوا أليه صلاة الله ما ذر شارق وغنتها مامات على الخصن تزجع وما رد ضيم الدهار أنسحتي الذي يزخرف أمداها ويسجو ويزجع وآل وأصحابين مدى قول شيق أبركم بدانا والمراب يلمعوا أليه صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع صلى الله عليه وسلم السلام لا فضفوك المنشد حسب الله سعد النور بالتأكيد لا عيش بغير الحبيب صلى الله عليه وسلم وجميع الحياة يعني ضايع من غير الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعني بعد أن تعشت دواخلنا بهذه الكلمات الرائعة البديعة في الأوصاف والمناقب وأوصاف الحبيب صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وهذا العطاء الذوقي والعرفاني للعارب الله الشيخ إبراهيم ياسر الكولخي ياريت لو حدثت يعني بدءاً وكل سادة المشاهدين نتعرض عنه عن شخصية هذا الرجل العظيم الذي يعني قدم كل هذا العطاء الإنساني وعطاء في ميادين المحبة النبوية العارب الله إبراهيم ياسر الكولخي المنشأ والبدايات الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبغ ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستغيم وعلى آله حق غدره ومغدار العظيم ورضي الله عن مولانا أبو العباس أحمد بن محمد الشريف الحسني وعن أحفاده وتلامزته ومريديه ورضي الله عن حامل راية الطربية والطرقية مرب المريدين ورافعهم متسالكين خليفة الشيخ على الإطلاق مولانا الشيخ إبراهيم ياسر الكولخي رضي الله تعالى عنه مرحب بشاهد المشاهدين الكرام واللغاء اليوم له مكانة خاصة نعم لأننا نتكلم عن شخصية أزهلة العالم وحضرة مولانا الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم ياسر الكولخي يعني تحتاج لفترة طويلة أو حلقات كثيرة حتى نستطيع أن نتعرض لشيء يسير عنه فهو يحتاج يعني لمجلدات يحتاج للزمن يحتاج لحلقات كثيرة لأن الجوانب كثيرة والزمن لا يسيرنا على ذلك ولكن إن شاء الله تعالى من باب البركة من باب التعرض لفيضات هؤلاء الصالحين لأن التحدث عن الصالحين رحمة ومنهم تتنزل البركات ومن أرخ عن عالم أو ولي فكأنما أحياه ونرفع حمام الإخوان والأحباب عن معرفة هؤلاء الكمل والساد الرجال فهم مهما تحدثنا عن واحد إنما تحدثنا عن امتداد النور المحمدي وامتداد حياة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملوا راية الإسلام والطربية والترقية في هذا الميدان النبوي الطاهر وهذا من معجزات مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فلأن همتهم همة عالية جدا زي ما قال مولانا الشيخ عبد الرحيم الورعي كل واحد في الناس أمة مثل النبي زوحال وهمة فلهم الأحوال لهم الهمم وهمهم الأول الأخير نصر هذا الدين فضيلة العارف بالله مولانا الشيخ إبراهيم نياسى الكولخي هذا نار على عالم قاني عن التعريف من أمثال أنا فهو يعني تكلم عنه فطاحلة الكبار وكبار العلماء وبيّن عنه كثيرا جدا ومهما نتحدث وما نستطيع أن نتحدث أكثر مما هو تحدث عن نفسه قال وصول جميع الماسكين بحبلية تحققه من لم يكذب بربية وجوفف ياف في المعارف لم ترم فقد خسطر الأغطاب عن درك شاوية بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طاه نبيية ويقول مراد رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأغوام في كل غريته مولانا الشيخ إبراهيم نياس ابن الحاج عبدالله نياس من السنغال ومن أسرة عظيمة جدا أسرة الحاج عبدالله الكولخي وذلكم العالم المالكي الصوفي والد الحاج عبدالله من أكابر علماء المسهب المالكي ومجاهد جاهد بالمال والدين والسيف هو من الذين جاهدوا في تحرير السنغال من الفرنسيين ومن شدة ما بغضه للمستعمر نفي من السنغال والد الحاج عبدالله نفي إلى غامبيا عاش هناك حداشر سنة وبعد ذلك عاد إلى السنغال وزوجه وأمه سيدة عائشة بنت إبراهيم ولد في قرية طيبا ياسين هذه القرية النائية الصقيرة نالت الشرف بولادة هذا القطب الكبير مولانا الشيخ إبراهيم نياس في عام 1320 من هجلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق 17 اكتوبر 1900 1900 نعم يلاد الشيخ إبراهيم نياس فسماه والده إبراهيم الأب الرحيم سماه الخليل تيمنا بسيدنا إبراهيم الخليل وبرؤية رآها في المنام فأنه خرج منه قمر أنا أرى الوجود فبهذا الرؤية سم ابنه إبراهيم أب الرحيم لينصر هذا الدين ويناصره وجايد فيه تعلم القرآن مع والده وما قرع مع أي شيخ سوى والده كل العلوم العقلية والنقلية تعلمها من والده الحاج عبد الله إذا ما ذكرت فإنه كان من أكابل العلماء والده الحاج عبد الله فسر القرآن مئة مرة لتلامزته كان عالم ومجتهد وحج البيت الحرام مرات كثيرة وأخذ معه الفول السوداني وذهب به للحجاز سأل هل هذا يزكى من الزكاة فكان يعني يهم على كثير من العلم ويبحث عن دغائق العلم كان عالما مالكيا ويعني يعني تنتهي عليه نسب الطريقة يعني في السنغال نعم فكان يتوافد عليه الناس من أمور الثاني ويأخذوا من العلم فجاء هذا الابن وقير المجار كثير من الأمور مولان الحاج عبد الله إبراهيم بن ناس الكولخي رضي الله تعالى عنه فتعلم العلم صغيرا حفظ القرآن عمره سبع سنين مع والده وكان ذكاء خارق وكان بارا بوالده كان مضربا للمسل في الأدب والقيم والعلوم فتعلم وتبحر في العلم سقيرا جدا أخذ العلوم مع والده وبدأ مرحلة التأليف وهو صغير جدا أول ما بلغ عمره الواحد وعشرين تشمر إلى التأليف بعد ما حوى جميع العلوم المفاخر فألف أول كتاب سماه روح الأذب لما حوى من حكما وأذب هذا الكتاب جمع فيه السير والسلوك والطريق إلى الله تعالى مطلعه يقول إبراهيم نجل الحاجي عبد الإله بدرنا الوهاجي من بعد بسم الله ثم الحمد لله زد طول العظيم المجدي مصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني طريقة المحض الفضل والرضواني وأسست بالسنة والفرغاني إلى أن قال مقتزرا أنزو الألبابي في النقص والتقصير والصواب كوني ابن 21 سنة معذرة مقبولة مستحصنة ليس يكسب سواد الجسم بلاتة الفتاة وسوء الفهم لا يغرنك بضيع النظم كوني صغير في بلاد العدن فتشمر الشيخ همته عالية جدا من صغره إلى نشر الإسلام وحب الدين وحب اللغة العربية وجاهد في ذلك كثيرا المجاهدات رضي الله تعالى عنه وبعد ذلك تأوالا في التعليف والتعليم والتدريس رضي الله عنه نعم 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 اشتركوا في القناة